أكثر من خمس سنوات من الانقلاب والحرب والمنظومة الصحية المتدهورة لا حلول عملية لإنقاذها وهو ما جعل اليمنيين تحت رحمة الأمراض الفتاكة والأوبية المعدية ويفتقل أكثر من 19 مليون يمني للخدمات الصحية الأساسية وفق تغريدة حديثة لمنظمة الهجرة الدولية منظمة الهجرة قالت في تغريدتها على تويتر بأن فريقها الصحي أجرى ما يفوق 24 ألف استشارة طبية للرجال والنساء والأطفال لكن الجهود التي تبذلها منظمة الهجرة وغيرها من المنظمات الدولية لا تكفي للحد من تدهور الأوضاع الصحية كان مكتب الإتجابة الإنسانية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان قد أعلن الشهر الماضي عن احتمال إغلاق ما يقارب 170 منشآة صحية يدعمها الصندوق الأممي بسبب نقص التمويل وهو ما يعرض مليون امرأة للخطر بسبب عدم خدمات الصحة الإنجابية حتى الآن لا توجد معالجة جادة وكافية لمعاناة ناس الصحية فالقطاع الصحي اليمني لا يزال يعاني من تدهور متواصل نتيجة استمرار النزاعة المسلحة والتي أدت إلى إغلاق الكثير من المرافق الصحية وتسببت في تفشي الأوبئة والأمراض خصوصا في أوصات الأطفال والنساء وكانت الأمراض قد فتكت بحياة الكثير من المواطنين منها الكوليرا وحم الظنك وتعرضت الحديدة لوحدها بداية نوفمبر الجاري إلى انتشار حم الظنك ما تسبب بوفاة وإصابة العشرات نتيجة تدني الخدمات في المرافق الصحية موسيقى موسيقى موسيقى